ورأس مال المؤمن دينه رأس مال المسلم ما هو دينه بذلك قال البعض إذا استبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائره إذن إذا سلم لك رأس المال مهما أصابتك من خدوش وجروح ومتاعب ومشقات وآلام مهما نزل بك وعليك في الدنيا من مصائب لكن طلعت مسلما في المعنى ما خسرت رأس المال فأنت الرابح رأس المال الذي هو الإيمان والذي به تخلت في الجنة والذي به تنجو من الخلود المؤبد في النار بماذا بالإسلام بالإيمان بالوفاة على الإسلام بتجنب الكفريات ترجمة نانسي قنقر